حاول الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأردنية عمان دكتور نبيل لاتون الخبير في شؤون نووية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور نبيل انتلاق من انهيار النفق هذا كمثل اليوم بسيط مقارنة مما يتخوف منه كثيرون هو ليس بسيطا أبدا طبعا نتحدث عن ما لا يقول عن مئتين شخص ولكن مقارنة بما يتم هناك مخاوف منه في المستقبل إلى أي درجة هناك مخاطر على الإنسان فيما يتعلق بهذه التجارب النووية لنبدأ بالبشر مساء الخير ميسون بداية أنا أعتقد أنه هو خطر كبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهت تحذيرات واضحة لكوريا الشمالية وكان أيضا هناك سعي دولي للمنظمات المتعلقة حتى بحقوق الإنسان تحدثت مع أطراف لديها تواصل مباشر مع كوريا الشمالية حول هذا الموضوع على وجه التحديد الآن المناطق التي يتم إجراء التجارب النووية للأسف الشديد هي مناطق قريبة من مناطق مأهولة وبالتالي هي شبه مأهولة هي في منطقة تدعى يونغ ري وهي منطقة قريبة في منطقة جبلية تدعى مانتاب وهذه المنطقة هناك مخاطر عديدة تتحدد البشر من خلال إجراء هذه التجارب كوريا الشمالية قامت بإجراء ستة تجارب نووية بشكل متزامن ولم يكن هناك فوارق زمنية بينها وهذا طرح مجموعة من السيناريوهات السيناريو الأول هو حدوث تصدع في جبل مانتاب وبالتالي سهولة التسرب الشعاعي ليضرب مناطق ليس في كوريا الشمالية بل أيضا يمتد إلى كوريا الجنوبية خاصة أن سيئول عاصمة كوريا الجنوبية تبعد 26 كيلو متر عن الأراضي الكورية الشمالية الأمر الثاني هناك خشية واضحة من ما يسمى بتصدع هذه المنطقة وبالتالي تصبح مؤهلة لتضرب الزلازل ليس في هذه المنطقة بل في مناطق أخرى انطلاقا من نظرية علمية التي تتحدث حول زحزحات الطبقات الأرضية وبالتالي هذا سوف يؤثر على العنصر البشرية كما حدث وتحدثنا كثيرا عن موضوع في إيران نعم بالتأكيد نحن تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا فيما يتعلق بمفاعل بوشهر واحتمالية حدوث تصدعات خاصة أن هذه المنطقة غير آمنة من ناحية الزلزلية عودا على بدء أنا بأعتقد أن هذا الخطر ليس فقط في مجال التسرب الإشعاعي وليس فقط في مجال الزلازل هناك خطر آخر ومتمثل فيه الثورة البركانية معروف عن مناطق كوريا الشمالية أنها منطقة هامدة وبالمقابل من الممكن حدوث هناك ما يسمى بثورات بركانية استنادا إلى تقارير علمية تفيد بنشاط بركاني في هذه المناطق إذن كل هذه العوامل هي ربما تتكاتف فيما بينها إذا أضفنا إليها ما يتعلق بالغبار الذري واحتمالية انتقاله ليس فقط إلى الأراضي الكورية إلى المناطق التي تشترك بجبرية جغرافية مع كوريا الشمالية في مقدمتها روسيا التي تشترك في حدود تبلغ حوالي 19 كيلومتر 20426 كيلومتر بالإضافة إلى أيضا كما تحدثنا عن الأراضي الكورية الجنوبية هل يحق لأحد تدخل هنا دكتور نابير؟ هل تعتبر كوريا الشمالية بأن هذا أمر داخلي يكفي بأن التجارب النووية ليست بعيدة عن مناطق مأهولة بالسكان رقم اثنين إذا ما تحدثنا عن قربة نتحدث عن كوريا الجنوبية مثلا كما قلت حضرتك ماذا يحق لهذه الدول أو لأي أحد كيف يحق له أن يتصرف بهكذا موضوع خطير ومع استمرار كوريا الشمالية بإقامة تجارب النووية هذا؟ سؤال مهم ميسون أعتقد أنه لابد من تكاتف مجموعة دعيني يسميها مجموعة من الضغوط في هذا الاتجاه بداية لابد من الدول الضامنة للاتفاق الذي تم ما بين كوريا الشمالية والمجموعة السوداسية وهنا أقصد الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع كوريا الشمالية في مقدمتها الصين وروسيا التي ترتبط بعلاقات شبه تحالفية مع كوريا الشمالية لابد أيضا من دور للمجتمع الدولي وهنا أقصد أيضا دول مجلس الأمن الدولي الأخرى خاصة نتحدث عن دول العظمى بالذات الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا عليها أن تمارس مزيد من الضغوط ليس فقط على النظام الكوري الشمالي بل لابد أيضا من ممارسة هذه الضغوط على كل من روسيا والصين لتقوم بدورها المباشر والحيوي لإجبار كوريا الشمالية بالكف عن إجراء مثل هذه التجارب الجانب الثالث أيضا المنظمات الدولية وهنا أقصد مثل وكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي أن يكون لها دور مباشر في الإجراء والرقابة الصارمة على المنشآت الكوريا الشمالية لكن هذا لن يتأتى إلا من خلال وجود دوافع حقيقية ومهمة خصوصا لدى الدول الأخرى مثل الصين وروسيا التي ينبغي أن تقوم بمسؤولياتها في الضغط على كوريا الشمالية في هذا الموضوع تحديدا لأن هذا الموضوع موضوع عالمي كما تعلمين ميسون أن موضوع تشيرنوبل لازلنا نعاني منه لغاية نتيجة للتداعيات الخطيرة لمفاعل الانفجار وما حدث في هذا المفاعل من نتائج خطيرة أيضا المثال في اليابان فوكوشيما هناك وما حدث فيها أيضا هذا كان مثال صارخ أيضا لجهود الدولية وبالتالي هذا الخطر هو خطر عابر للحدود لا يعرف الحدود السياسية ولا يعرف أيضا المناطق الجغرافية إذا ما افترضنا أيضا قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب في البحر وبالتالي هذا قد ينقل ما يتعلق بهذا التسرب الإشعاعي إلى مناطق عديدة من العالم إلى جانب ذلك أيضا نحن نتحدث عن أن هذا الخطر المخيف المحدق بالبشرية من الممكن أن يحدث هناك ليس فقط خطر بشري كوريا الشمالية تقوم بتخزين سلاحها النووي في مناطق غير آمنة من ناحية الزلزالية وبالتالي قد يحدث هناك حدث طبيعي من شأن أن يؤدي إلى تسرب الإشعاعي وبالتالي أن يؤدي إلى كارثة عالمية جديدة يعني تصبح قابلة جدا لأن يضربها الزلازل بسبب تصدع المنطقة التي سيؤدي إليه تجارب النووية شكرا لك دكتور نبيل لعتوم الخبير في الشؤون النووية كنت معنا العاصمة العردني أعمال شكرا دكتور نبيل شكرا لك